باقي القائمة وأيضا هل كان هناك فيه تغيير في بعض الأمور أم لا هذه طبعا كابتل محمول خطيب وبسط طبعا الغفور من أعضاء الجامعية الأممية وأيضا لعيب النادي الأهلي ونجومه السابقون احنا لسه مستمرين مع حضراتكم لحظة بلحظة حتى إعلان نتيجة انتخابات النادي الأهلي بأكملها احنا طبعا زي ما حاركوا عارفين أن النتائج الأولية اللي كنا بنرصدها مع حضراتكم أول بأول كانت تفيد بتفاول قائمة الكابتل محمود الخطيب على القائمة الأخرى وحتى الآن لم تأتي النتيجة بأكملها هل فادت قائمة الكابتل محمود الخطيب بأكملها أم كان فيه تنافس فيه مقعد أعتقد والأستاذ هاني سري الدين كان ينافس لسه ما وصلناش صراحة حتى الآن هل فادت القائمة مكتملة أم لا كل ده هنعرفه في غدون لحظات معنا لحظة بلحظة على شاشة قناة النادي الأهلي أنا بيتالي على فاكرة ممكن يكون بستنيين بالنتيجة لحد ما الكابتل الخطيب يوصل وارد يعني وارد يكون مستنيين مع الكابتل الخطيب يوصل خلاص أهو أه يعني يعني على الساس أنه برضو يحضر النطء بالنتيجة لأنه جميل يعني زي بقول لحضرتك أسو محمد يعني حلو جدا أن يكون هو موجود هو كان القضاء يعني بقيادة المستشار أحمد مرسي كان حدد أن إعلان النتيجة هيكون فيه تمام الثانية فيه طبعا صباح اليوم الجديد ولحظات تفصل طبعا تفصلنا عن معرفة النتيجة بأكملها لنتيجة انتخابات النادي الأهلي في 2017 ودي كابتن محمود الخطيب ماشي في حماية المجموعة بتاعته برضو سبحان الله السعبة كان والناس خنيينه إزاي بص يعني ناس فرحانة ده مرضو بالنسبة له المحمود الخطيب يعني بئرئيس النادي الأهلي يعني أنا والله يعني عندي يعني ولادي عمر يوسف أما كانت تيجي سيرة لخبات يقول ليا بابا ده محمود الخطيب ده بيبه باهزي رئيس النادي الأهلي وطول ما أنا تحت عمليني يكلمون بالتليفون يسألوني بابا الأخبار إيه الأخبار إيه كل 5 دقايق الأخبار إيه الأخبار إيه عايزين يتمنوه إنه برضو اتربوا على اسم بيمو يعني جماعة مشكلة الرجل ده مشكلة أصل مشكلة لكل الناس هو الحفاظ فندم على هدية الشعبية بعد اعتزال أعتقد 30 سنة صعب جدا أعتقد أنه مفيش لم يصدقه أحد في الحفاظ على هدية الشعبية كل هدية الفترة بعد اعتزال بالتقرب يعني دي حاجة ما شفناهش قبل كده وأعتقد أنها صعب التقرر يعني من يوم عرفنا الخطيب من يوم عرفناه نجم وهو محافظ على شعبيته وهو كارزمة عمد دارش ننكر أنه ننكر أنه محمود الخطيب كارزمة ما كانش مجرد لعيب والخطيب اللي عرفنا منه معنى مجموع النجومية لما كان يبقى فيه لعيب كرة عالي قوي فيقول لك يا ده نجم النجم اللي هو يبقى لعيب كرة كويس يبقى على خلق يبقى بيفكر كويس يبقى قائد كويس دي مجموعة الحاجات اللي بنجيب من خلالها معنى كلمة النجم مش النجم فقط اللي هو يبقى لعيب كويس ما يعمى فيه لعيبة كانت جبارة لعيبة عملاقة وما كملتش وما عمرتش وما خدرش لقب النجمية وفطسة بدري بسبب السلوك يعني قصة السلوك دي قصة الراجل اللي عيب انا اتذكر انه ما خدش انذار غير انذار واحد ادىوله الكابتن محمد حسام والله وعلى ما تذكر الكابتن حسام قال له انا ادرك عشان يبقى انا الوحيد اللي يديدك انذار في الملعب الله ارحمه الكابتن حسام كان شخصية لذيذة يعني كان شخصية جميلة جدا يعني ادروا انذاروا عشان يبقى انا الوحيد اللي يديدك انذار في الملعب انا استاذ خالق كان فيه احد المباريات كابتن حول خطيب كان اعتقد امام الاتحاد ادي استاذ العمري فاروق اعتقد برضو حسم الامور على مقعد النائب اليوم كان طويل باين على كل المرشحين اللي كانوا موجودين الصراحة النهاردة اليوم كان طويل جدا على عضاء الجامعين العمومية وعلى المرشحين ولكن النادي الاهلي يستحقك استاذ خالق النادي الاهلي يا بابت النادي الاهلي ده يعني الواحد والله العظيم كان يعني قعدت فترة كبيرة ما روحوش يعني كان فيه شوية حاجات كده خلتني ما روحش النادي يعني بصراحة يعني ويمكن ما روحتوش غير من الشهارين ثلاثة الاخرى ده بس عشان قصة الانتخابات دي لكن فترة طويلة ما روحتوش لكن كنت لما عدي عليه من بره كده حسني في حاجة لان انا عمر عمر جوه النادي الاهلي عشت انا لما بدخل فيه ناس بتشوفني انت فين الناس كانت بتشوفني كل يوم فيه ناس كانت بتشوفني بفتح بوابة النادي ساعة سبعة الصبح وبفلت صحدة بالليل والله مع مدير النادي وداخل من ايام الله يرحبه محمود محرم شوفه بترجع بقى لكام سنة وراء لأكتر من تلاتين سنة اتنين تلاتة وتلاتين سنة وراء ففيه روح زي ما قلتلك وممكن يبقى راجل عادي جدا او عضو عامل عادي جدا او عضو عامل مهم جدا لكن لانه احساسه ان كل اللي بيدخل من البوابة ويلتقيك جوه النادي اصبح من بيتك اصبح من اسرتك اصبح من اهلك بقين انت بالنسبة له حاجة مهمة جدا يسأل عليك انت فين انت فين هو ده ده المشهد اللي احنا شايفينه ده خدلك زي ما انا زي ما احنا قلنا برضو يعني معظم من نجوم سواء كرة القدم او غير كرة القدم او يعني في الطائرة في السلة في اليد يعني خلد العوضي او وقف معا هنا هوا خلد الساعة اثنين والخيمة مليانة وليه دي انت حيات النادي الاهل ساعة اثنين لأ برضو برضو خليني اوضيف اه خليني اوضيف حاجة مش مسألة الخيمة مليانة المشهد عامل ازاي نعم يعني نتفرج دلوقتي يا جماعة على المشهد عامل ازاي ايه ده ايه ايه المخلاق دي وايه النظام ده وإيه الرقي ده جماعة هو المشهد الصراحة يا فندم فيش إزازة مية طايرة في الهوى منذ الصباح ولا كرزي ولا لفظ صخر الكل أهلاوي منذ الصباح والله يا محمد أنا بقولك أنا كنت في الشرق الأوسط مبارح والرجل بيحاورني وبيكلمني في قصة الصراع والسخونة قلت له شوف إحنا بينا وبيناك كام ساعة كنا مثلا الساعة حوالي عشر ونص قلت له القصة كلها هتبدأ بعد حوالي مثلا عشر ساعات كمان يعني على تمانية الصبح مثلا ولا حاجة قلت له قدي أحسب من تمانية الصبح علشان النادي الأهلة يدى يدى الدروس من جديد قلت له انت حتشوف المشهد بتاع النادي الأهلي قلت له كده قلت له التعبير ده قلت له ما تشغلش بلج بكل المناظر اللي برا دي ولا الحوارات دي كل دي بكرة هتتكسر على ثوابة النادي الأهلي انت حتشوف النادي الأهلي بكرة وحدة وحدة أسرة وحدة كله داخل مع بعضه وحتشوف النادي الآلي في النهاية في حضن بعضه اللي انت زعلان منه واللي انت خايف منه هتلاقي بكرة مشد فاقول مش مصدق بكلمك على تاريخ ما تغيرش لان تاريخ النادي الآلي ما بتغيرش بتغيره الاشخاص تاريخ النادي ما بتغيرش بتغيره الاشخاص لان فيه ثوابت اه استاذ ابراهيم الكفراوي احد اعضاء قائمة كابتل خطيب وصلت طبعا العضاء جماعة العمومية يعني عن واحدة واحدة بقى نبتدي نشوف اعضاء قائمة الكابتل خطيب باكملها الحشود طبعا كثيرة فالكاميرا لما تبتدي بقى تجيب الوجوه نبتدي احنا نكون مع حضراتكم ونوصف اللحظة يعني مشهد لحظة بلحظة تباعم فقلت له فدخلت معاه فرهان قلت له لا انت بكرة هتشوف النادي الآلي قلت له فيه حاجتين مهمين جدا اتعلم انهم ما بيتغيروش وقت الزنقى بيظهروا المصري والاهلي وفعلا من صباحية ربنا والله انا شفت مشهد الله العظيم مجموعة بتاعت الخطيب واقفة عاليمين وانا داخل مجموعة بتاعت المنصر احنا طارق على الشمال ونو بينهم والله مترين فبيكلوه بعض انتوا اللي عملتوا كذا انتوا عملتوا كذا باش عارفش واحد مسك منك فينا يا جماعة يا جماعة العالم بيتفرج عليكم العالم في سبعين مليون اهلاوي كمان بيشوفوكم وبيتعلموا منكم وبيفخروا وبيسعدوا من اللي انتوا بتعملوه اوقات تنسوا ده راحوا للطرفين من غير تفكير ومن غير مقدمات وفي نفس واحد اهلي اهلي اللي كان بيقول بيبو افل اللي كان بيقول طاهر افل ركزوا في كلمة اهلي فقط انت الاهلي فقط هو ده هو ده المشهد اللي انا كنت براهن عليه والحمد الله ده شايف على مدار التاريخ يعني هو ده الاهلي على مدار التاريخ وهو ده غناء الجمهور هو ده غناء اعضاء الجمالة المهمية هو ده شعار الاهلي فوق الجميع انه ممكن يكون هناك تنافس وده امر وارد وهناك انتخابات وده أمر وارد الكل يتصابق من أجل خدمة النادي الأهلي كل له برامجه الخاصة ولكن في الأخير النادي الأهلي يبقى إن شاء الله الفوز الصراحة ده حقهم يعني برضو هم جموا وأعلنوا دعموهم وأعلنوا تأييدهم ووصلت النتيجة إلى هذا الحد يعني زي ما حركوا شايفين لسه في محاولات من أجل تيسير الأمور حتى يصل كابتن محمود الخطيب إلى منصة القضاء ويتم إعلان النتيجة ولكن الوفود كتير هو كان المستشار فندم أحمد مرسي رئيس طبعا اللجنة القضائية اللي أشرفت على هذه الانتخابات كان تواصل مع كابتن محمود الخطيب بالنداء حتى يأتي من أجل إعلان النتيجة فندم رسمية يعني هو دلوقتي رايح عند اللجنة ولا بيطلعوا بره لا لا رايح لللجنة بيطالب يقول له طلع بره عشان الزحمة اللي أنت عاملة يعني يا صدوق يعني الراجل فاسي فندم ما يقول له يقول له طلع بره عشان يا رب يشوفوا شغلهم والمانظر ده مش يشوفوا شغلهم كمان خد بالك يعني برضو يعني يعني آفر حنين بس لو الزحمة دي عاملة آلأ يا جماعة يعني مش بالمنظر ده حرام عليكم وعدين بكرة هتواجد في النادي وتعالوا فرحوا بي هو المشهد تاريخي بالنسبة لمحبي النادي الآلي بالنسبة للناس اللي تواجدت منذ الصباح الباكر يمكن من قبل تسعة الصبح كمان وكان فيه وفود غفيرة لأعضاء الجمعية الأممية للنادي الآلي من أجل الإدلاب بالأصوات مشهد لم نشهده منذ سنوات تذكرنا انتخابات الرئاسة تذكرنا انتخابات مجلس الشعب تذكرنا التصويت على الدستور وتوافد الناخبين اليوم أعطى درس لكل المؤسسات بأن الديمقراطية حينما تكون مواكبة للعصر تؤتي بثمارها مشهد كان جميل النهاردة على مدار اليوم لم نشهد أي تجهزات كلامي صح على فكرة كلامي أنا صح أعتقد أنه طالع بره لأنه أصله هيروح ليه عند المنصة هو مش هيروح عند المنصة هو عايز يطلع على هو كان المستشار بيندي عليه فن بيقول له أرجوك تتحرك من عندك عشان تفضي المكان ناس عاملة دوشة عاملة هيصة فهو أعتقد أنه الوقتي خرج لأنه ما أعتقدش أنه فيه حد من حقه بايل عند المنصة خلاص المنصة أعتقد بتجمع الأصوات دلوقتي يعني ده كان من ساعة ونص وزيادة آآ آآ كان فضل حاجة بسيطة يعني كان فضل لجنتين نعم كان مية حوالي مية أربعة وثلاثين لجنة عمله فضل آآ لجنتين فمش عارف آآ يعني إيه كل ده هل مفيش حد لين هناك ممكن تتواصل لو احنا بنتواصل لحظة بلحظة آآ مع آآ السادة المشاهدين آآ منتظرة حتى الساعات الأولى من الصباح من أجل إعلان النتيجة رسمية بفوزه بانتخابات مجلس إدارة النادي الآلي الرئيس رقم خمستاشر في تاريخ مجلس إدارة النادي الآلي خمستاشر رئيس من ألف سمائة والسبعة وحتى الآن مئة وعشر سنة النادي الآلي هو نادي القرن بفضل إنجازاته بفضل قاماته بفضل نجومه بفضل التضحيات والتفاني والعرق داخل كل سواء من الناحية الرياضية من الناحية الإنشائية في كل المجالات صراحة المشهد دخول كابتا محمول خطيب ووسط هذه الوفود نتمنى أن الأمر يبتدي يتساهل على كابتا محمول خطيب في المرور الممرات بهذا التواجد الكبير بتبقى صعبة في المرور وده صراحة المشهد دوت منذ الصباح يعني هو من الساعة تسعة الصبح وحتى الآن هذا المشهد في المرات طلع براء الخيمة طلع براء الخيمة والكاميرا ماشى وراه وصيبانا مش عايز تقوليني ايه اللي بيحصل دلوقتي نعم نحن بنستكشف اين يتوجه كابتا محمول خطيب حتى نعلم أنا لما سمعت هذه مرة تانية نعود إلى ترجمة نانسي قنقر